قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين حيث أن نتيجة دعوة هؤلاء الأئمة المضلين أن ينحرف الناس عن الإسلام سواء كان في أصله في العقائد أو كان في غير ذلك من أمور الإسلام المهمة التي تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيانها وعلى أنها من الأصول العظيمة من الإسلام ولعل الإخوة من قبلي تكلموا في مسألة وهي ما يدور الآن في الساحة وأنا أعتبر أن أخواننا الجوطة دعوة عبارة عن تنبيه وهذا التنبيه هو محض فضل الله سبحانه وتعالى أنه الأمة تنبهت البلد فيها شرك في إمتى؟ بعد ذلك في ناس ثلاثة بيجاي بكوركو دي المايندو مسلوب ظريف في أربعة بيغادي بكوركو نبزونا في ثاني خمسة بيجاي بكوركو دماء طريقة إلى آخر لكن في النهاية نعتبر أنه ده ما أسلوب ودي ما طريقة لكن الناس عرفت أنه البلد دي ما الشغرقانة لتحت الحمد لله دي مهمة بعد ذاته لو سافرنا ربنا يتقبل في إمتى؟ ثاني لو خلينا البلد ونطينا من السفينتكم دي بعد ذا ربنا يتقبل نحن ورينا الناس ما مش في جوطة الجوطة دي خلاصة شنو؟ أنه البلد دي ملانا شرك بالله سبحانه وتعالى فالناس جايطة المسألة تعطيها قرار المنع دين احنا محسومة عندنا بلاد الله نبس أسلم قال قال على المرء المسلم في حديث ابن عمر السمع والطاع فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع لكن ما بتخرج تتكلم في العنى إلى آخر دي قضية محسومة عندنا والحمد لله يا أخواننا هذه قضية محسومة لديهم وقفوا هنا ما وقفوا هنا في النهاية الأمير قال لنا أمر من الأمور فنحن بنطيع بنطيع وللأمر وبنقيف ما بنستغل قال لك أقيف الحمد لله نحن وقفنا وده منهج السلف لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أحبه وكره والإمام أحمد لو قررت ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي كتاب البداية والنهاية لابني كثير منع من التدريس الإمام أحمد كان عنده حلقة كبيرة جدا في إمتى؟ عنده حلقة وكلها اتحدى العلماء منع من التدريس رحمه الله فجاءوا فيها قصة بتاعة بقيه بن مخلط في إمتى؟ أو لعله يحيى بن يحيى واحد من من العلماء من الأندلس لما انجاء لقى الإمام أحمد ممنوع من الكلام لقى الإمام أحمد ممنوع من الكلام فبقى يلبس زي لأنه منعه من أي محلة سيء الحمد لله الآن المحل ده هنا مفتوح المحل ده هنا مفتوح المنابر في الجامعات مفتوحة في غير مفتوحة تفاهم؟ فالإمام أحمد منع من أي حاجة فكان بيجي التلميذة ويلبس زي السؤال الشحادين يعني ويقول الأجر رحمكم الله إمام أحمد ذاته علمه قال له يقول لي الأجر رحمكم الله فبيقى الإمام أحمد بيقوم يديه شنو يديه يوم حديث يوم حديثين لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى فرج فرج هذه الفتنة فبعد ذاك بيقى التلميذة لما يجي في الحلقة كان الإمام أحمد بيقول له واسعوا للشيخ واسعوا للشيخ ويحفظ مكان تشاهد من الكلام أنه الإمام أحمد شنو يا أخواننا استجاب وما خرج وربنا سبحانه وتعالى وقى فتنة عظيمة كانت ستقع لو خرج الناس فده عندنا منهج ثابت وما بيحتاج لمتاجرات ولا لعب ولا كذب ولا تلفيق ولا غير ولا غير ده منهج ثابت ونحن السلفين يا أخواننا ما بتتغير فتواهم منهجهم بحسب الزمان والمكان المنهج ده واحد لو كان بيتغير يوميا كان ما جاتك كلمة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم خليك للإمام أحمد كان المنهج ده تغير يقول لك من وصول أهل السنة والجماعة إنهم يشاكلوا تلقى الشغلانية جاطت لكن المنهج ده ثابت المنهج ثابت والإنسان ممكن يراجع الكتب تحت السلف شعال أنت تكون سلفي نديط يقول لك ده بدعوه وده بدعوه وده معرف يتكلموا فيه ليه لأنه خالفوا أصول موضوعة خالفوا كتاب أصول السنة للإمام أحمد خالفوا كتاب شرح السنة للبربهاري شوف العاصل فيه جوه جنو القدر السلف نظام فوقه جنو الأسماء والصفات السلف نظام فوقه جنو المبتدعة السلف نظام فوقه جنو فدي أصول ثابتة شاكد أخواننا السلفي السلفي صاحب بصيرة لا تغير الأحداث ولا ينفعل بالمواقف ولا ينفعل بالأحداث فإنت تكون نجيد عارف فدي النقطة انتهينا منها